مخطوطة منطق الطير نظمها فريد الدين العطار إيران القرن الخامس عشر ألوان مائية على ورق نظم منطق الطير في الشعر الفارسي للشاعر فريد الدين العطار الذي عاش في شرق إيران وتوفي حوالي عام 1220 إن المخطوطات المصورة لمنطق الطير هي نادرة وهناك القليل منها في العالم من المحتمل أن تكون المخطوطة الموجودة في المتحف مصممة لأحد الحكام الذين حكموا إيران تتفوق المخطوطة في الألوان الغنية والتراكيب الدقيقة إن منطق الطير هو مثل نهائي لمراحل التعالي الروحاني التي يجب أن يمر بها المتعبد الصوفي قبل الاتحاد مع الله والبحث عن الله وإيجاد الذات في الله تصف القصة الطيور التي تذهب في مهمة للبحث عن ملك لنفسها والهدهد الذي يمثل معلما روحيا يقود الطيور إلى طائر السمرغ طائر النار الأسطوري في الأساطير الفارسية والذي يرمز إلى التنوير ترمز الطيور إلى المتعبد الصوفي ويجب أن تعبر سبعة أودية للوصول إلى مرحلة التنوير لا تنجم معظمها من صعوبات الرحلة ويصل في نهاية المطاف ثلاثون طائرا إلى الوجهة عند وصولها من المتوقع أن يفاجئها طائر السمرغ الذي يعني بالفارسية ثلاثين طائرا ويجب أن يكون بها بنعكاس لأنفسها في المرآة يمكن رؤية المرآة في الصورة المصغرة المعلقة إلى اليمين تعبر رؤية الطيور لنفسها في المرآة في ذروة الرحلة عن المرحلة العليا التي تنتهي في القضاء على الأن المادية أي فنى ودمجها في الواحد اللامتناهي ترجمة نانسي قنقر